مرحبا ببرج الحمل اليوم سنرى الحبيب حاسس بيه وانت حاسس بيه والاحوال بتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتخبروني كيف اجتكم القراءة في التعليقات سنبتدي بالحبيب مبين عندي انو الحبيب هاي الفترة مركز اكتر على نجاحاته على حياته العملية وبرغم من هالشي هو بيفكر في علاقتكم كتير انتو انتو الحين كأنكم منفصلين حاليا وممكن تكونوا كنتو سلميت ولكن الحين منفصلين يعني ما تكلمته من فترة طويلة مع بعض هو حاسس انك السولميت او التوينفلين بيفكر حاليا في استرجاع العلاقة مرة اخرى وبين عندك انو انت اللي قاطع العلاقة لكن هناك تواصل روحي بالرغم من هالشي انت مجروح كتير منه وهو بيحبك مبين عندي انو بيحبك كتير وبيشوفك حاليا الشخص المناسب ليه كذلك بيفكر انكم ما اعطيتوش يعني كل شي جميل يعني لها العلاقة وبيفكر انو ما كان لازم يعمل معك الشغلات اللي عملها وانو ما كانش فاتح قلبه قلبه ليك عشان يتفاهم معك وحاليا هو خايف خايف شوية من ردة الفعل تبعك الشخص هذا بيسأل عليك الناس يعني بيسأل كي يسول فيك الناس او شخص كتعرفوه مع بعض يعني هو بيتقسى اخباركم لانو يكتشف انك الشخص المناسب ليه هو عم بيفكر في المشكلة اللي كانت بيناتكم شو صار لانو يائس من انكم ترجعوا للعلاقة اللي كنتوا فيها او انكم تتسالحوا مع بعض بعضكم ممكن يكونوا المرتبطين او متجوزين بس هو بيحبك الشخص دا ما كانش اواخد باله انو او انو بيحبك وفي بيناتكم روابط قوية حتى لو في مسافات بيناتكم حتى لو منفصلين لو ما عم تحكم ع بعض ولو في نفس البيت في روابط قوية هو حاليا عايز يرجع العلاقة بيناتكم ويصلح العلاقة ويتواصل معك بس هو متردد وحاليا يعني بشوف على حسب ما هو مبين انه انت حاليا واخد بالك من نفسك ومن شغلك ومن حياتك عم تحاول ترتبع وتعيد اوراقك من جديد مركز على كل ما هو عملي واذا كنتو في علاقة ولاتية وانت اللي مرتبط رح تضل في علاقة الروح بناتكم حتى لو كان هدفك زواج منو او انتو مرتبطين ومن فصلين او من فصلين فلازم تفتح المجال شوي لتتجلق لك الفرص لازم تفتح المجال تشوف الفرص اللي عم تمر عليك وانت عم تفكر في الشي اللي صار عم تفكر باحوالك عم تفكر في هالشخص هاد لازم تفتح عيونك كذلك الكارت بيقلك لازم تطلق مشاعر التسامح وتعمل شوية خير لانك لو سويت الخير رح يرجع لك من جديد هالكارت هاد بيقلك خليك ايجابي خليك ايجابي لانه العلاقة هادي تستحق تستحق منك انك تسامح وانك تصالح وانك تعفو واضح هنا يا برج الحمل انك مشغول وبتحاول تحمي نفسك منه انت خايف بس مبين عندي انه هالشخص طيب يعني مش مش شخص سيء هو حاليا مركز على شغله وعلاقاته وكمان بيفكر فيك وشايفك الشخص اللي كان حاسس معاك باشياء جميلة ولكن هو مش هيكلمك دلوقتي هو حيطنش يعني مش مستعد ومش متأكد من ردة الفعل تبعك ولكن هو غيستمر بمراقبتك على السوشيال ميديا هالشخص بيراقبك على السوشيال ميديا خد بالك انت مراقب مبين عندي انكم ما شفتوش بعض يعني زعلنين بعضهم بعضكم منفصلين في طاقات عندي في طاقات يعني ما بشوف تواصل وحتى على المدى المتوسط يعني ما بشوف يعني في تواصل يعني هتفضلوا زعلنين بس هناك تواصل روحي بيناتكم عم شوف تواصل روحي وانت كذلك يا برج الحمل بشوفك مشغول في إنجازاتك سواء من ناحية انك بدك تحسن مدخيلك الفلوس او حتى انك ممكن تكون مرتبط او انها علاقة تولادية بس انا شايفاك مركز على نجاحاتك المادية مش على الاعتبار بالدرجة الاولى وتريد انك تكون مستقر ماديا بذلك شايفاك تعبان تعبان جدا وعندك امل انه العلاقة دي ترجع ثاني يعني هو عنده رغبة في الرجوع لكن عنده التردد هو خايف شوي خايف من ردة فعلك يعني برغم انه مركز على شغله ومركز على شغلات بس انت في باله انت موجود بشوف انك حاسس بالوحدة لانك بعيد عن هذا الشخص هو كأنه هذا الشخص هذا زعى لك كتير او ممكن يكون رفضك او عمل تصرف صدمك فيه او حتى بعيد عنك من غير سبب وانت حاليا عم تفكر بتزبط حالك وتزبط حياتك ماديا وبتفكر كثير في الحل للعلاقة دي واكتر شي بيين عندي انه انت عم تركز على حياتك العملية لانك حاسس انه اللي معاك مش كفاية كذلك عم شوف في ناس هون عم يدعو الله عم يدعو الله مشان يجمعهم بشخص هالشخص هاد اللي هم عم يدعو مشانه مركز عالسفر بدو يسافر لبلد مشان الشغل الاشياء المادية بس ما رح يتوفق في هالسفرية هاده لانه عندي وراءة السفر مقلوبة هو بيفكر يعني بدو يسافر مشان يجمع الفلوس وهاد الشغلات كذلك عم شوف ناس يعني بتحب اشخاص هم ناقسين ماديا وهالماديات كذلك عملالهم مشكلة نخلياهم بعيد على بعضهم كذلك عم شوف كأنه في امية بقلب اشخاص التي لازم تكمل اشوف الامية هاده رح تتحقق ولا لا بس انه في امية في قلبكن الناس لازم نشوف حقيقة هي الامية كبيرة الامية هاده هاد الامية اللي جواتكم رح تتحقق رح تصير بس لازم شوية وقت يعني رح تاخد وقت عشان تتحقق لكم في عندي وراءة تحقيق الامنية ايجا بعد فترة يعني رح يكون في فترة زمنية مشان تتحقق الامنية دي رح تكون في شوية صعوبات وانفراجات في تحديات ورح تكونوا اقوى لانكم عم تحاولوا تعيدوا حساباتكم عم تحاولوا تنظموا حياتكم وهد الشي رح يزبط معكم كمان انا عم شوف في حدا في عندكم معجب هالمعجب هاد احواله المادية مش منيحة كتير بس يعني في عنده طموح في معجب ثاني كمان في عندكم معجب حالته المادية حالته المادية منيحة وهو وسيم بس المعجب الاول اوسم من المعجب الثاني هما الاثنين وسيمين بصراحة في عندكم معجبين وفي قلبكم امنية والامنية دي رح تاخد وقت لا تتحقق في عندكم حض يعني يعني رح نشوف كروت النصائح شو بتقول بتقول كروت اولا لا تقلق لا تقلق على رغباتك الشخص الشخص اللي افتالك بيحبك ولازم تتماشى مع التغيرات الايجابية اللي عم تظهر للك وكذلك الورقة التانية بتقول لك ليست هناك اسباب يعني ليست هناك اسباب تخليك متألم لهذا الدرجة او زعلان فانت من خلال الصلاة والدعاء رح ترتاح نفسيتك وتتحقق احلامك وهون مبين عندي الابراج اللي مبينة يعني فيه طاقات كثيرة والطاقات الكثيرة في عندي طاقات ترابية بس مو مبينة واضحة في عندي طاقات طاقة مائية مهم طاقة نارية شوي في عندي فيه ابراج زهرة عندي برج الجوزاء وبرج السرطان في عندي كذلك العضراء تبع الطاقة الترابية والجدي والتور هدول الطاقات واضحين عندي فيه كمان طاقات بس مو واضح عندي بالضبط البرج فيه كذلك العقرب عقرب والحوت الحوت هون واضح واضح ربينا معاكم يا برج الحمل فلازم تعمل مجهود وتمشي للامام وتعمل استشفاء الشيء الضروري كتير تعمل استشفاء وبأكد لك انو الحبيب بيحبك كتير بالرغم من انو يعني مو مبين بس هو موجود وعن براقبك وبدي اياكم تخبروني عن رأيكم في القراءة وما تنسوش تعملولي اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة